بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أرحب بكم على شاشة القناة التربوية ومع آخر درس من دروس نحو الصرف في الصف 11 في درس اليوم سنتناول بمشيئة الله سبحانه وتعالى اسم الآلة دلالته أو زانه ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا أعزائي الطلبة أرحب بكم من جديد قلنا قبل الفاصل إننا سنتناول اسم الآلة واسم الآلة من المشتقات وقلنا في الحلقات السابقة إننا قد درسنا أنواع من المشتقات ألا وهي اسم الفاعل واسم المفعول وذلك في الفصل الدراسي الأول وهما من التراكميات اسم التفضيل واسمي الزمان والمكان والآن نقوم بدراسة اسم الآلة الآن نفتح الباب على دراسة اسم الآلة وإذا أردنا أن نفتح الباب فإننا نستخدم مفتاحا عزيز الطالب ماذا ترى أمامك الآن؟ لا بلغة عربية فصيحة ماذا ترى أمامك الآن؟ أحسنت إنه مفتاح ماذا أفعل بهذا المفتاح أو ماذا يفعل هذا المفتاح؟ رائع إنه يفتح يفتح ماذا؟ سيارة والسيارة تعاونني في السير انظر معي عزيز الطالب المفتاح يعاونني في الفتح والسيارة تعاونني في السير وهذا ما أطلق عليه اسم الآلة اسم الآلة هو أداة أو آلة تعاونني في أداء فعل معين أو في تحصيل فعل معين الأمر يسير ننطلق نحو الأمثلة يقطع النجار الخشب بالمنشار أين الآلة هنا؟ أحسنت إنها كلمة المنشار هل تستطيع أن تقوم أو هل تستطيع أن تقوم بوزنها؟ رائع كلمة منشار على وزن مفعال عزيز الطالب انظر حولك في غرفتك أو في المكان الذي أنت موجود فيه الآن انظر حولك فهل ترى آلات على وزن مفعال؟ رائع انظر فوق تحت حولك ممتاز عندنا مثلا كلمة مصباح عندنا أيضا مفتاح ومكيال ومذياع كلها أسماء آلات جاءت على وزن مفعال ننظر إلى المثال الآخر يستعمل الطبيب المشرة في العمليات الجراحية ما اسم الآلة هنا؟ أو ما اسم الأداء المستخدمة هنا؟ أحسنت إنها كلمة المشرة وقد جاءت على وزن مشرة على وزن رائع على وزن مفعال ما الأداء التي تستخدمها في صفك كل يوم على وزن مفعال؟ أحسنت كلمة مقود مثل مقود السيارة مثلا وكلمة مبرد ومعول ومقص هذه أدوات كلها قد جاءت على وزن مفعال وهذا هو اسم الآلة هنا وقد اشتق من أفعال معينة وهو يساعدني على أداء فعل معين نكمل معا مطرقة الحداد كبيرة ما الأداء المستخدمة هنا؟ رائع إنها كلمة مطرقة وما وزنها؟ ممتاز مطرقة على وزن مفعالة ما الأداء التي تستخدمها كل يوم في مدرستك وتأتي على وزن مفعالة؟ أحسنت مثلا كلمة مصطرة ومن الأدوات التي تأتي على وزن مفعالة مصيضة ومكنسة وملعقة ننظر إلى المثال الآتي السيارة من ضرورات العصر الحديث ما الأداء هنا؟ أو ما الآلة هنا؟ أحسنت إنها كلمة السيارة وكلمة سيارة جاءت على وزن على وزن فعالة رائع ومن الأدوات التي قد تأتي على وزن فعالة أيضا كلمة أحسنت ماذا تركب في المطار؟ طيارة أحسنت من الأدوات أيضا كلمة ثلاجة وكلمة طيارة وكلمة غسالة وكلمة دبابة هذه أدوات أو آلات وهذا ما نطلق عليه اسم الآلة ننظر إلى المثال الآتي رتاج الباب متين أين اسم الآلة هنا؟ أحسنت إنه كلمة رتاج جاء على وزن ممتاز جاء على وزن فعال من أسماء الآلات التي تأتي على وزن فعال أيضا كلمة قطار ولجام وزناد ولثام ننتقل إلى مثال آخر يستخدم الطلاب في هذا العصر الحاسبة ما اسم الآلة هنا؟ أو ما الأداء المستخدمة هنا؟ أحسنت الأداء المستخدمة هنا هي كلمة الحاسبة وقد جاءت على وزن على وزن فاعلة من أسماء الآلات التي تأتي على وزن فاعلة كلمة قاطرة وناقلة وكاسحة ورافعة كلها قد جاءت على وزن فاعلة وهي تدل على أداة أو آلة معينة انظر معي عزيز الطالب يقدم الحاسوب خدمات شتى أين اسم الآلة هنا؟ أو أين الأداء المستخدمة هنا؟ رائع إنها كلمة الحاسوب وكلمة حاسوب قد جاءت على وزن على وزن فاعل ومن الأدوات التي تأتي على وزن فاعل تابوت ماعون ناقص ناقور والناقور هو آلة ينفخ فيها عزيز الطالب ليست هذه فقط هي أسماء الآلات وإنما هذه هي أسماء الآلات القياسية فنحن نواجه في حياتنا العديد من الأدوات والآلات التي تأتي ولكنها ليست قياسية نستنتج مما سبق أن نسمى الآلة لفظ يصاغ للدلالة على آلة أو أداة أو جهاز يعين الفاعلة في تحصيل الفاعل وهو يأتي على أوزان منها مفعال مثل مثقاب مفعل مصعد ومفعلة ملعقة فعالة حفارة فعال قطار فاعلة قاطرة وفاعل مثل ناقوس ذكرت أنها ليست فقط أسماء الآلات هناك أسماء آلات تأتي على غير القياس ومن ذلك كلمة فأس وكأس وقلم وقدح ورمح وتلفاز هذه أسماء آلات نستخدمها في حياتنا ولكنها ليست قياسية أي لم تأتي قياسا على الأوزان السابقة عزيز الطالب نأتي إلى مرحلة مهمة ألا وهي مرحلة التدريبات وهي تدريبات بسيطة كما رأيت اسم الآلة اسم الآلة هنا اسم بسيط أو مشتق بسيط سهل التعامل معهم استخرج مما يأتي أسماء الآلة واذكر وزن كل منها إذن كما اعتدنا معا ننظر إلى رأس السؤال وما المطلوب فيه المطلوب أن نستخرج اسم الآلة ثم أن نزن اسم الآلة إذن هناك مطلوبان مثل نوره كمشكات فيها مصباح أين اسم الآلة هنا؟ أحسنت ممتاز كلمة مشكة وما وزنها؟ لا توقف هنا هذا خطأ شائع كلمة مشكة على وزن على وزن مفعلة أحسنت هي على وزن مفعلة وليست على وزن مفعال يقع الطلبة في هذا الخطأ كثيرا كلمة مشكة على وزن مفعلة وكذلك كلمة مصفا على وزن مفعلة أيضا مثل نوره كمشكات فيها مصباح هل يوجد اسم الآلة آخر؟ أحسنت إنها كلمة مصباح وهي على وزن رائع على وزن مفعل ننتقل إلى الآية التالية يقول الله تعالى وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكِيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِيُ أين اسم الآلة هنا؟ رائع كلمة مكيال والمكيال هو آداء تستخدم في الكيل أي في قدر معين أو لبيان قدر معين فكلمة مكيال جاءت على وزن على وزن مفعل وكلمة رائع كلمة ميزان أتت أيضا على وزن مفعل نتابع نفس السؤال يقول الشاعر يا عيد عُتَّ وَأَدْمُعِي مُنْهَلَّةٌ وَالْقَلْبُ بَيْنَ صَوَارِمٍ وَرِمَاحِي وَالصَّدْرُ فَارَقَهُ الرَّجَاءُ فَقَدْ غَدَى وَكَأَنَّهُ بَيْتٌ بِلَا مِصْبَاحِ يَمْشِي الْأَسَى فِي دَاخِلِي مُتَغَلْغِلَ بَيْنَ الْعُرُوقِ كَمِضَعِ الْجَرَّاحِ ما أجملها من أبيات أين اسم الآلة هنا قلب النظر في هذه الأبيات وحاول أن تخرج لنا اسم آلة في البيت الأول في البيت الثاني في البيت الثالث أحسنت كلمة مصباح في البيت الثاني وهي على وزن على وزن مفعال أيضا كلمة كلمة مبضع ومبضع تأتي على وزن مفعال مثل مشهرة انظر أعد النظر إلى البيت الأول هل توجد آلات أو هل توجد أدوات نعم ولكنها غير قياسية مثل كلمة صارم والصارم هو السيف ورماح جمع رمح ننتقد إلى نوع آخر من الأسئلة ومن التدريبات أكمل الجمل الآتية باسم آلة مناسبة في هذه المرة عليك أن تفكر ماذا تفعل ثم تأتي باسم الآلات منها اشتريت فراغ جديدة ماذا اشتريت؟ أحسنت اشتريت سيارة جديدة مثلا تستخدم فراغ في تنقية البترول من الشوائب تستخدم رائع تستخدم المصفاة يضع الطالب أقلامه فيه هذه سهلة في المقلمة أحسنت من الأجهزة الحديثة المستخدمة في الأبنية العالية كيف تصعد السلم في الأبنية العالية؟ كيف تصعد إلى الطوابق العليا؟ رائع من هذه الأجهزة المصعد من الأدوات التي يستخدمها الطالب ممتاز المصطرى أو المنقلى أو الحاسبة أحسنت مثل الحاسبة المصطرى المبرى الممحى مثلا إلى هنا عزيز الطالب نكون قد أنهينا اسم الآلة وننتقل إلى جزء بسيط وهو مراجعة سريعة شاملة على نحو الفترة الدراسية الرابعة عزيز الطالب تناولنا في الفترة الدراسية الرابعة اسم التفضيل واستعمالاته اسمي الزمان والمكان وكيفية صوغهما ثم اسم الآلة وهذا ما تناولناه نحاول أن نتذكر معا اسم التفضيل يصاغ على وزن أفعل ومؤنثه فعلة للدلالة على أن أحد الشيئين زاد على الآخر في صفة أو تميز بها وهو له شروط أي عندما أقول لك مثلا محمد أسرع من أحمد فمحمد وأحمد هنا قد اشترك في السرعة إلا أن محمدا قد زاد على أحمد في هذه الصفة لذلك قلت محمد أسرع من أحمد وكلمة أسرع هنا هي اسم التفضيل جاءت على وزن أفعل يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثلاثي المبني للمعلوم المتصرف المثبت التام القابل للتفاوت ليس له وصف على وزن أفعل مؤنثه فعلاء وقد تناولنا ذلك بالشرح المفصل في حلقة اسم التفضيل إذا أردنا أن نصوغ اسم تفضيل من فعل لم يستوفي الشروط فإننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل مباشر وإنما نأتي باسم تفضيل مناسب متبوعا بالمصدر منصوبا على التمييز فمثلا إذا أردت أن أقارن بين زرقة السماء وزرقة البحر أزرق زرقاء هذا هو الوصف منها إذن هو لا يستوفي الشروط لا أستطيع أن أتي بذلك بشكل مباشر وإنما آتي باسم تفضيل من فعل يستوفي الشروط أو آتي باسم تفضيل مشهور ثم أتبعه بعد ذلك أو أتبعه بعد ذلك بالمصدر منصوبا على التمييز فأقول مثلا السماء أشد زرقة من البحر ننتقد أيضا إلى استعمالات اسم التفضيل كيف نستخدم اسم التفضيل اسم التفضيل يأتي على حالات الحالة الأولى أن يكون مجردا من ألوى الإضافة ومن ذلك زينب أكبر من فاطمة في هذه الحالة نرى أن اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير فأنا عندما تحدثت عن زينب وعن فاطمة فأنا أتحدث عن إناث ومع ذلك كلمة أكبر قد جاءت أحسنت قد جاءت على صيغة الإفراد والتذكير قد يكون اسم التفضيل أيضا يكون مضافا إلى نكرة ومن ذلك الصادقات أعظم نساء في هذه الحالة أيضا فهو يلزم الإفراد والتذكير انظر عزيز الطالب أتحدث هنا عن الصادقات والصادقات هنا جمع للإناث ومع ذلك قد أتيت بكلمة أعظم وأعظم جاءت على الإفراد والتذكير قد يكون اسم التفضيل معرفا بأل مثل محمد وأحمد هما الأقربان إلى قلبي لاحظ عزيز الطالب أنني أتحدث هنا عن مثنى عن محمد وأحمد إذا حدث ذلك فإن اسم التفضيل يأتي مطابقا وفي النهاية قد يأتي مضافا إلى معرفة ومن ذلك المجتهدات أفضل أو فضليات الطالبات في هذه الحالة يجوز فيه الوجهان إما المطابقة أو الإفراد والتذكير ننتقل إلى اسمي الزمان والمكان ونقول اسم الزمان مشتق يصاغ للدلالة على زمان وقوع الفعل ومن ذلك قولنا الظاهرة منصرف العمال فكلمة منصرف هنا دلت على زمان الانصرف اسم المكان مشتق يصاغ للدلالة على مكان وقوع الفعل ومن ذلك قولنا الباب الخلفي منصرف الطلبة فكلمة منصرف هنا أتت دالة على المكان اسم الزمان والمكان يصاغان من الفعل الثلاثي مضموم العين أو مفتوحها في المضارع أو معتل الآخر صحيح الأول على وزن على وزن مفعل ومن ذلك مشرب ومأكل ومسعة فمشرب مثلا من كلمة يشرب والراء هنا مفتوحة وقد فصلنا هذا القول في حلقة اسمي الزمان والمكان قد يأتي أيضا من الفعل الثلاثي مكسور العين في المضارع أو معتل الأول ويأتي على وزن مفعل مثل معرض وموضع وقد شذت عن ذلك بعض الكلمات مثل كلمة مسجد فكلمة مسجد من الفعل من فعل وهو يسجد فهو مضموم العين كان من المفترض أن تأتي مسجد ولكننا لم نسمعها هكذا فكلمة مسجد وكلمة مشرق ومغرب ومنبت هذه الكلمات أتت شذة عن القاعدة قد يكون اسمي الزمان والمكان أيضا يصاغاني من الفعل غير الثلاثي فيأتياني على وزن اسم المفعول مثل مستقر و مستودع نأتي إلى تدريب بسيط لنتأكد أننا قد راجعنا ما درسنا أكمل كل جملة بما هو مطلوب أمامها سعادة الإنسان يتمثل في سكينة الإيمان ما المطلوب هنا المطلوب اسم آلة من الفعل فتح ما اسم الآلة من الفعل فتح رائع إنه كلمة مفتاح مفتاح سعادة الإنسان يتمثل في سكينة الإيمان الصالحين في المسجد المطلوب اسم مكان من الفعل التقى والفعل التقى فعل غير ثلاثي التقى فهو فعل غير ثلاثي فأصوغه على وزن اسم المفعول ماذا أفعل آتي بالمضارع يلتقي ثم أقلب حرف المضارع ميما مضمومة وأفتح ما قبل الآخر فيصبح عندي اسم المكان هنا كلمة ملتقى ملتقى الصالحين في المسجد نكمل معا هذا الإبن فراغ الأبناء لهؤلاء الأجداد فراغ ما المطلوب؟ المطلوب ضع اسمي تفضيل مناسبين عزيز الطالب أود أن أنوها هنا أنني قد أتيت بهذه الأسئلة من الاختبارات السابقة الاختبارات النهائية السابقة لو راجعت هذه الاختبارات ستجد هذه الأسئلة إذا استطعت أن تقوم بحلها معي بشكل جيد فأنت تستطيع أن تقوم بحل هذه الأسئلة في الاختبار أيضا ما اسم التفضيل هنا؟ هذا الإبن فراغ الأبناء ماذا تقول؟ أحسنت أفضل الأبناء أكبر الأبناء لاحظ عزيز الطالب أن كلمة أفضل هنا قد جاءت مضافة إلى أحسنت إلى المعرفة إذا أضيفت إلى المعرفة جاز فيها الوجهان والوجهان هنا كلاهما إفرال وتذكير كلاهما لأن كلمة ابن مفرد ومذكر لهؤلاء الأجداد ماذا سأضع هنا؟ سأضع صفة سأضع نعة إذن أنا مضطر أن آتي به معرفة حتى يتوافق مع المنعوت مع كلمة الأجداد كلمة الأجداد أتت معرفة واسم التفضيل سيأتي معرفة وإذا أتى اسم التفضيل معرفا فإنه أحسنت فإنه يطابق كلمة الأجداد أتت جمعا للذكور إذن سأتي باسم التفضيل جمعا للذكور إذا قلت مثلا كلمة أفضل سأجمعها أفاضل ثم أضع لها الألف واللام الأفاضل الأحاسن الأعاظم الأماجد وهكذا فأقول هذا لابنه أفضل الأبناء لهؤلاء الأجداد الأماجد نأتي إلى السؤال الأخير الأصدقاء بعد انتهاء الاختبار ضع اسم زمان من الفعل وعدة ما اسم الزمان من الفعل وعدة؟ رائع كلمة موعد موعد الأصدقاء بعد انتهاء الاختبار عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم والتي تناولنا فيها اسم الآلة ثم تناولنا مراجعة سريعة على الفترة الدراسية الرابعة قبل أن أودعكم على شاشة التربوية أود أن أشكركم على حسن متابعتكم وأود أن أشكر أيضا القائمين على هذه القناة والعاملين فيها وأن تحلق في سماء الكويت ناشرة العلم الذي نقوم بتقديمه إليكم وإلى هؤلاء لقد أصبحتم أحبائي ولا يملك رجل أحب قوما وهو يودعهم بجسده يقول حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن بصري وشخصي ولكن عن فؤادي ما يغيب أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة